يقول كارل يونغ عالم النفس السويسري المشهور في حجرة عزلتي أجلس مع نفسي وأحتفظ بالمفتاح معي طوال الوقت ولا يسمح لأي أحد بالدخول دون موافقتي عندما أراد كارل يونغ تغيير مجال الطب النفسي جذريا قام ببناء برج حجري بالقرب من الضفاف الشمالية لبحيرة زيوريخ السويسرية وسماه بورج بولينغان وهي مهمة تطلبت وقتا وطاقة ومالا لكن الهدف من وراء ذلك كان يستحق حيث أن يونغ كان يريد ملاذا مكانا يستطيع فيه أن يحافظ على قدرته على التفكير والعمل بعمق ومع أن هذه العزلة قد أبعدته عن مرضاه وعمله الإكلينيكي إلا أنه كان ضروريا لهدفه المتمثل في تغيير العالم من خلال تغيير علم النفسي للأباد في الواقع إن الدارس لحياة الكثير من الشخصيات البارزة والمؤثرة سواء من التاريخ البعيد أو القريب سوف يجد أن الالتزام بالعمل العميق فكرة مشتركة فقد سبق ميتشيل ديمونتان رائد المقالة في القرن السادس عشر على سبيل المثال سبق يونغ في هذا بالعمل داخل مكتبة خاصة بنها في البرج الجنوبي المطلع للصور الحجري لقصره الفرنسي بينما ألف مارك توين جزء كبير من كتاب مغامرات تومسوير داخل كوخ في ضيعة كواري فارم بنيويورك حيث كان يقضي فصل الصيف كانت وين يدرس في عزلة تامة في مكان بعيد عن المنزل الرئيسي لدرجة أن عائلته اعتادت أن تقرع الجرس لجذب انتباهه إلى مواعيد الوجبات فهل كان عالم النفس السويسري كارل يونغ هو من ابتكر مصطلح العمل العميق؟ يقول كارل نيوبورت إن مصطلح العمل العميق من ابتكاره هو ولم يستخدمه كارل يونغ ولكن أعمال هذا الأخير خلال الفترات التي كان يقضيها في برج بولينغن كانت أعمال شخص استوعب المفهوم الضمنية لهذا المصطلح حيث أن بناء برج حجري في الغابة لتعزيز العمل العميق في حياته المهنية مع ما يعنيه ذلك من الابتعاد عن مرضاه وعمله الإكلينيكي من أجل التفكير والعمل بعمق على نظرياته التي غيرت علم النفس تدل على ذلك من يكون كارل نيوبورت الذي يقول أنه من ابتكر مصطلح العمل العميق كالفن أو كارل نيوبورت هو أستاذ مشارك في علم الحاسوب في جامعة جورجتاون له مدونة باسم ستادي هاكس ومؤلف ستة كتب لتطوير الذات والتي تركز على النجاح الأقاديمي والمهني منها كتاب ديب وورك الذي ترجم إلى العربية بعنوان العمل العميق أو عمل عميق الذي سنتناوله في ملخص اليوم الكتاب أساسا مقسم إلى جزئين نظري وعملي الأول نظري يشرح فكرة أو ما هي العمل العميق والدلالة على أنه مهم وضروري وسبب زيادة العمل العميق للإنتاجية ولماذا لا يمارسه سوى قلة من الناس الجزء الثاني عملي يقدم فيه الكاتب تطبيقات عملية لكيفية الدخول في مثل هذه الحالة والاستمرار فيها أي كيفية القيام بذلك بالفعل وجعل العمل العميق ممارسة منتظمة في حياتنا ألا تجد نفسك أحيانا منهمك في عمل ما ولساعات طويلة لتجد أنك لم تنجز إلا القليل أو أن جودة العمل ليست في المستوى أحيانا تعمل وبتركيز عال على مهمة واحدة دون إلهاء خارجي أو تشتيت وتتفاجأ بجودة العمل المنجز حسنا في الحالة الأولى كنت تنجز ما يسميه الكاتب العمل الضحل وفي الحالة الثانية دخلت فيما يسميه نيوبورت بالعمل العميق تتمثل فرضية الكتاب في أن القدرة على أداء عمل عميق أصبحت نادرة بشكل متزايد في نفس الوقت الذي تزداد فيه قيمته نتيجة لذلك سوف يزدهر القلة الذين يطورون هذه المهارة ويجعلونها جوهر حياتهم العملية يقول الكاتب إن العمل العميق ضروري لانتزاع كل قطرة ذات قيمة من قدراتك الفكرية الحالية ونحن الآن نعرف من خلال عقود من البحث في كل من علم النفس وعلم الأعصاب أن حالة جهدك العقلي التي تصاحب العمل العميق ضرورية أيضا لتطوير قدراتك فالعمل العميق بعبارة أخرى يعبر فعليا عن نوع الجهد المطلوب للصمود في أي مجال يتطلب إدراكا مثل طب النفس الأكاديمي في مطلع القرن العشرين وهذا ما تفعى يونغ عالما نفس لاستقطاع أوقات من عمله الإكلينيكي ليعتزل في برجه من أجل التفكير والعمل العميق على نظرياته يجب أن يكون هدفنا أن نجعل العمل العميق عادة في حياتنا لمجرد شيء نفعله عندما نضطر لذلك فمن الواجب أن تحدد موعدا ثابتا يوميا للعمل بعمق فما هو العمل العميق؟ العمل العميق هو كل نشاط ينفذ باهتمام بينما يكون العقل خاليا مما يشتده فيصل إلى أعلى مستوى ممكن من التركيز ونستخدم فيه كل قدراتنا المعرفية فالأعمال العميقة هي مجموعة الأعمال التي ينجزها الشخص بنسبة عالية من التركيز وتنحصر بالمهمات الصعبة وذات الأهمية الكبيرة بالنسبة إليه هي تحتاج عموما لجهد ذهني كبير ويجب إنجازها بعيدا عن أي مصدر تشتيت أو إلهاء لماذا العمل العميق ذو قيمة؟ باختصار لأنه يزيد مقدار الإنتاجية إلى الحد الأقصى الذي يمكنك تقلصه لفترة معينة من الوقت تعنا نفهم كيف يساعدنا كل من هذه العناصر في زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد تعنا نفسر كل عامل مهمة واحدة يتحدث نيوبورت في مفهومه حول العمل العميق عن التركيز في مهمة واحدة فقط وهو ما يتناقض مع المفهوم الشائع حول ميزة تعدد المهام في دراسة نشرتها مجلة أمريكية عام 2009 على الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم إدارة مشروعات أو مهام متعددة في الوقت نفسه بحيث يقسم يوم العامل بالتبادل بينهما تكشف هذه النتائج أن العمل على هذا النحو يقلص الأداء الفردي من خلال تضييع الكثير من الوقت في تحويل الانتباه من مهمة إلى أخرى تشير النتائج كذلك إلى صعوبة تحويل انتباه الموظفين بعيدا عن مهمة غير مكتملة وأن أداء مهمتهم الأخرى يتأثر بمدى إنجازهم في المهمة السابقة بلا تشتيت هذا منطقي يمكنك إنجاز المزيد من العمل عندما لا تتم مقاطعتك باستمرار بسبب المشتتات تركيز شديد إذا استطعت وضع كل طاقتك في المهمة التي بين يديك فسوف تنجز الكثير من العمل في وقت أقل كلما كنت أكثر تركيزا زادت إنتاجيتك مثلا بينما أنت في مكتبك مستغرق في إنجاز عمل ما يتطلب التركيز تمر لحظات من الهدوء وأنت تفكر بعمق تتتفق الأفكار التي تراها رائعة وحين تكاد الفكرة تتضح في ذهنك يقاطعك أحد الزملاء يخبرك بأمر هو في الغالب غير مهم أو كان بالإمكان تأجيله ليتوقف التدفق وتنفصل تماما عما كنت تفعله عندما تحاول العودة إلى العمل يستغرق الأمر نحو 15 أو 20 دقيقة أو حتى نصف ساعة لتستعيد لحظات التركيز وسنتكلم عنه بشيء من التفصيل لاحقا في مسحين أجرته من الصتيود عام 2018 أكد أكثر من 70% من العاملين أنهم يتعرضون لتشتت الانتباه أثناء العمل فيما ذكر 16% منهم أنهم يشعرون دائما بعدم القدرة على التركيز وذكر التقرير أن هذا العمل الضائع يكلف الشركات الأمريكية ما يزيد على 650 مليار دولار سنويا إلى جانب ما يتسبب فيه من حلقات مفرغة تبدأ باستياء الموظفين ومن ثم ضعف قدرتهم على الإنجاز واضطرارهم إلى قضاء ساعات أطول في العمل ما يزيد من توترهم ويصيبهم بالإحباط ليست أماكن العمل فقط هي ما يجعل التركيز صعبا ففي عصر التكنولوجيا أصبح لدينا في كل صوت وكل ومضة ضوء وكل اهتزاز دعوة للتشتت وفق تقرير هوتسويت المنصة المتخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2019 فإننا ننظر إلى الهاتف نحو مئة مرة في اليوم وبخصم متوسط ساعة النوم فهذا يعني أننا نقطع ما نفعله كل عشر دقائق للنظر في الهاتف حتى خلال العمل على الحاسوب هناك ملايين النقارات المغرية التي يمكن أن تضيع معها الساعات لمعرفة أهمية العمل العميق فبتركيز عالي لمدة ساعة واحدة لكل عمل من الدوام الكلي يومياً يمكن أن تضيف أكثر من أربعمائة مليون دولار سنوياً إلى شركة يبلغ عدد العاملين بها خمسة آلاف عامل وهذا ما سماه براد كيلينجر الرئيس التنفيذ لشركة سايبينس آناليتيكس بالساعة الذهبية وهي ساعة واحدة تخصصها بيئات العمل للتركيز وتوصل عاملين خلالها بحظر التطبيقات والإشعارات ووقف استخدام الهاتف وتجنب متابعة البريد الإلكتروني لكن إذا كان العمل العميق بهذه الأهمية لماذا هو نادر؟ بالنسبة للغالبية فإن العمل الضحل أسهل وهو المسار الأقل مقاومة العمل الضحل هو عبارة عن المهام التي لا تتضلب معرفة والتي يتم إجراؤها غالباً أثناء تشتيت الانتباه تميل هذه الجهود إلى عدم صنع الكثير من القيمة الجديدة في عملك وقدراتك في الحقيقة إن السماح للعمل الضحل بالسيطرة على حياتنا المهنية أسهل من التركيز في مهام تضيف قيمة حقيقية إلى العمل فتلك الأخيرة تتطلب وقتاً وجهداً أكبر وفقاً لنيوبورت يستسلم معظم العمال اليوم لشيء يسميه هو الانشغال الواضح بشكل متزايد أو الانشغال كبديل للإنتاجية في غياب مؤشرات واضحة لما يعنيه أن تكون ذا قيمة وإنتاجية في العمل يتجه العديد من العاملين نحو مؤشر صناعي للإنتاجية القيام بالكثير من الأشياء بطريقة مرئية أي أن يرى بأنه مشغول بأشياء حتى ولو لم تكن مهمة أو تزيد من الإنتاجية يلخص كالنيوبورت الأمر بقوله العمل العميق شاق والعمل الضحل أسهل وفي غياب أهداف واضحة لعملك يصبح الانشغال المرئي الذي يحيط بالعمل الضحل حفاظاً على الذات يكشف نيوبورت أمراً آخر قد لا يكون متوقعاً وهو رواسب الانتباه ينص هذا المفهوم على أنه في كل مرة تقوم فيها بالتبديل من مهمة إلى أخرى تظل بقاياً تباهك عالقة في التفكير في المهمة السابقة كذلك القدر الضخم من المعلومات غير الضرورية التي تتيحه منصات تويتر وفيسبوك وغيرها من مواقع الأنترنت لا يتوقف تأثيره عند إغلاق هذه التطبيقات أو المواقع فهناك ما يظل عالقاً برؤوسنا ويضعف قدرتنا على التركيز تدريجياً ويستمر طويلاً وهو تشتت ناتج عن الأفكار التي تعلق برؤوسنا بوعي أو دون وعي أثناء التنقل من مهمة إلى أخرى حتى إن كانت المهمة هناك قضاء بضع دقائق في تصفح مواقع التواصل يظل جزء من انتباهك مشغولاً بالمهمة السابقة يستمر العقل في التفكير فيما فعلته أو قرأته أو شاهدته للتو تماماً مثل ما يحدث في الهاتف المحمول حين تظل التطبيقات المفتوحة في الخلفية تستهلك طاقة البطارية حتى إن لم تكن تعمل فعلياً وحتى حين تعمل على إعداد مقترح مشروع ما وتقرر أخذ استراحة وتقوم خلالها بمطالعة فيسبوك لعدة دقائق ثم تعود لمواصلة العمل فإن جزءاً من دماغك سيظل مشغولاً بما كنت تقرأه وسيستغرق الأمر نحو ثلاثين دقيقة لتستعيد تركيزك كاملاً مرة أخرى أما خلال الدقائق الثلاثين فمن المرجح أنك ستعمل بقدرة معرفية منخفضة هذا يجعل من الصعب العمل بالتركيز والشدة اللازمين للعمل العميق في المهمة الجديدة نتيجة لذلك تفقد القليل من الانتاجية في كل مرة تقوم فيها بذلك فالأمر سيئن عند الانتقال من مهمة إلى أخرى أو التحول إلى شيء مثل وسائل التواصل أثناء الاستراحة وسط مهمة بعينها الحل هو العمل العميق لأنه يمنع بقايا الانتباه إنه يتيح وضوح الفكر وبالتالي يزيد الانتاجية لكن هل يمكن اكتساب العمل العميق أو كيف يمكن للشخص الدخول في حالة العمل العميق يقول نيوبورت العمل العميق مهارة يجب ممارستها لا تتوقع أن تكون قادرا على العمل بعمق لساعة متتالية في البداية قد يكون لديك التركيز والطاقة فقط للقيام بذلك لمدة ساعة في اليوم أو أقل من ذلك حتى ولكن ببطء مع استمرار شحظ المهارة ستمكن من العمل بعمق وإنتاج كميات هائلة من العمل وجني جميع فوائد العمل العميق يتطلب الحصول على أقصى استفادة من العمل العميق التدريب يجب أن يستهدف هذا التدريب هدفين تحسين قدرتك على التركيز بشكل مكثف والتغلب على رغبتك في الإلهاء وتعبل كلتا المهارتين الفرعيتين على تحسين المهارة العامة للعمل العميق كما قلنا الجزء الثاني من الكتاب يدور حول مساعدتنا في القيام بمزيد من العمل العميق في حياتنا للقيام بذلك توصل نيوبورت إلى القواعد الأربعات التالية العمل بعمق احتضان الملل إيقاف وسائل التواصل الاجتماعي واستنزاف المياه الضحلة لنتعرف على كل قاعدة منها بالتفصيل واحد العمل بعمق للأسف تحولت الرغبة للتصبح هي القاعدة بدلا من أن تكون استثناء بهذه العبارة التراجيدية بدأت القاعدة الأولى من أساسيات العمل العميق والتي تؤكد أن إنسان العصر الحديث أصبح مشتة بانتياز المعرفة النظرية سهلة لكن التطبيق العملي صعب كلنا نعرف أن العمل العميق شيء حيوي ومهم وأن التشتت مضر وسلبي لكن من منا يتخذ خطوة جدية لتجاوز هذه العقبة يقول الكاتب أنت تمتلك قدرا محدودا من قوة الإرادة ينفذ كل ما استخدمته أي أن قوة الإرادة ليست شيئا خارقا يكون معك طوال الوقت لذا فالانتقال من العمل السطحي للعمل العميق يكون شاقا على النفس لأنه يستهلك قدرا كبيرا من الإرادة على عكس الإنزلاق من الثاني للأول فالخطوة الأولى هي تحديد فلسفة عمقك يعني ما هو الغرض الرئيسي من اتباعك لسياسة العمل العميقة لأن أعمال البشر ليست وحدة وليس هناك أسلوب يصلح للجميع اقترح الكاتب أربع طرق للبدء في العمل العميق واحد فلسفة الاعتكاف في العمل العميق والتي تعني الإنقطاع الكلي عن كل المشتتات والمشاغل بهدف العمل ولكل شخص طريقة في ترتيب هذا الإنقطاع إما إخبار الآخرين أنك تريد ذلك أو الإنقطاع فجأة دون إنذار كتب الكاتب الروائي ستيفنسون مقالا بعنوان لماذا أنا مراسل سيء وذلك ليبرر صعوبة التواصل معه في صميم تفسيره لعدم إمكانيات الوصول إليه حيث قال معادلة الإنتاجية معادلة غير خطية بمعنى آخر هذا يفسر سبب كوني مراسلا سيئا ولماذا نادرا ما أقبل الخطابات إذا نظمت حياتي بطريقة تجعلني أحصل على فترات زمنية طويلة ومتتالية وغير متقطعة يمكنني كتابة الروايات لكن عندما تنفصل هذه الأجزاء وتتشتت تنخفض إنتاجيتي كروائي بشكل مذهل إيرا ستيفنسون خيارين منفصلين يمكنه كتابة روايات جيدة بمعدل منتظم أو يمكنه الرد على الكثير من رسائل البريد الإلكتروني الفردية وحضور المؤتمرات ونتيجة لذلك ينتج روايات منخفضة الجودة بمعدل أبطأ اختار الخيار الأول وهذا الاختيار يتطلب منه أن يتجنب قدر الإمكان أي مصدر للعمل الضحل في حياته المهنية فالكاتب مثلا أو الفنان يتبع هذه الفلسفة في العمل العميق التي تعتمد على التخلص من كل أشكال العمل الضحل والإنعزال للعمل العميق في مكان مخصص مثل ما كان يفعل كارل يونغ 2. فلسفة الإزدواجية في جدولة العمل العميق هنا أنت لست مضطرا للإنقطاع الكلي لكنك تسعى لتقسيم وقتك بجدية بحيث يكون لديك وقت مخصص وقيم ولا يتنازل عنه للعمل العميق وفي الوقت الباقي يكون لديك باقي الأعمال أو للقيام بالأشياء التي تميل النفس لها فالأعمال التي ترتبط بدوام مثلا تتطلب استخدام فلسفة ثنائية النساق وتقوم على تخصيص فترات للعمل العميق بحيث يمكن تكريس الجهد حصريا للمهمة التي بين يدئك قبل العودة إلى العمل الضحل مع ما فيه من مشتتات ومقاطعات ثلاثة فلسفة التناغم في جدولة العمل العميق والتي تنص على أن أسهل وسيلة للبدء بانتظام في جلسات العمل العميق هي أن تحولها لعادة منتظمة بسيطة دون انقطاع فمن أجل عدم إضاءة جلسة من العمل العميق تثبت هذه الفلسفة أنه من الضروري تحويل الممارسة المذكورة إلى عادة وتحديد إيقاع منتظم والتوقف عن التشكيك في تنفيذها على سبيل المثال قد يكون الإقاع الجيد هو الاستقاظ كل يوم في الساعة السادسة صباحا والعمل لمدة ساعتين في حالة تركيز كامل ثم قضاء بقية اليوم في مهم أكثر سطحية أربعة فلسفة الصحافة في جدولة العمل العميق وهذا النوع قد يكون خاصا ببعض الأشخاص الذين لديهم قدرة عالية جدا على التركيز والتنقل بين الأعمال بحيث يضعون جهدهم كله في إنجاز ما يريدون دون تشتت ثم يعودون للحياة العامة ثم ينغمسون متى وتتهم فكرة مهمة الصحفيون مثلا تكون لديهم أحيانا فترات زمنية قصيرة لذلك يجب أن يكونوا قادرين على كتابة قصصهم بسرعة وفي أي وقت مما يعني أنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على القفز إلى العمل الخاص بهم بمجرد حاجتهم إلى ذلك لذا حتى ثلاثون دقيقة من وقت الفراغ بين اجتماعين تحريريين تتيح لهم المضي قدما ومع ذلك فإن تشغيل وإيقاف وضع العمل العميق هو مهارة تتطلب الممارسة والوقت لا ريب أن لكل شخص طريقة معينة حاول أن تجرب إحدى هذه الطرق لتجد أيها أفضل بالنسبة لك فكرة أخرى هي القيام بتغييرات كبيرة مثل تغيير بيئة العمل بشكل جذري فإن الزيادة في الأهمية تقلل غريزة عقلك التي تدفعك نحو المماطلة وتوفر لك جرعة تحفيز وطاقة بيتر شانكمان رائد أعمال كمتحدث مشهور يقضي الكثير من وقته في الطيران أدرك في النهاية أن 30 ألف قدم في السماء كانت بيئة مثالية له للتركيز وقع في أحد الأيام عقد كتاب يمنحه أسبوعين فقط لإنهاء المخطوطة بأكملها إن الوفاء بهذا الموعد النهائي شيء يتطلب تركيزا لا يصدق لتحقيق هذه الحالة قام بفعل غير تقليدي لقد حجز تذكرة السفر ذهابا وإيابا على درجة رجال الأعمال إلى توكيو كتب أثناء الرحلة بأكملها إلى اليابان وشرب قهوة إسبريسو في صالة درجة رجال الأعمال بمجرد وصوله إلى هناك ثم استدر وعاد مرة أخرى كتب طوال رحلة العودة ووصل إلى الولايات المتحدة بعد 30 ساعة فقط من مغادرته لأول مرة لكنه خلال هذه الساعات الثلاثين أنهى مخطوطة كاملة وأوضح أن الرحلة كلفت أربعة آلاف دولار وكانت تستحق كل قرش كان هذا مثلا متطرفا رواه نيوبورت في كتابه ولكنه مثال يبين أن لكل طريقته في الدخول في العمل العميق اثنان احتضن الملل الملل لكون أساسي من حياتنا اليومية والعمل العميق في أصله ليس حربا على الملل بل هو الوجه المشرق الآخر له نحن حقيقة نغير مطالبين بالقضاء عليه بشكل كامل بل فهمه والعيش معه إضافة لاستخدامه في صالح ترسيخ عادات العمل العميق ولفهم الملل علينا التأكيد أن القدرة على التركيز الشديد مهارة يجب التدرب عليها فليس هناك تركيز عال من المرة الأولى لذا فاعتياد عقلك على التشتت يجعلك تنزلق نحو الملل بسرعة وهذا ما يبرر قيامك بتصفح جوالك الذكي أثناء الانتظار بحجة الاستفادة من الوقت وفي الواقع أنت غير معتاد على الجلوس بدون عمل أي شيء أو مجرد الانتظار الخالي من العمل السطحي إنك ستقوم فعليا بتدريب عقلك وتجديد أسلاكه لإلهائه عند الطلب النتيجة ستكون متحمسا لتشتت انتباهك مرارا وتكرارا حتى لو كنت تريد التركيز والعمل بعمق مثل الرياضيين الذين يجب أن يعتنوا بأجسادهم خارج جلسات التدريب ستحتاج إلى الاهتمام بتركيزك خارج جلسات العمل العميقة إذا استسلمت طوال حياتك اليومية لإلهاءات عند أدنى تلميح من الملل فستواجه صعوبة في تطوير نوع التركيز الشديد اللازم للعمل العميق الحل احتضان الملل توقف عن التحقق من بريدك الوارد أو النظر إلى هاتفك الذكي في كل فرصة تحصل عليها ترّب قدرتك على مقاومة المشتتات يقدم الكاتب خطوتين تهدفان إلى تحصين قدرتك على التركيز الشديد وتغلب على رغبتك في التشتت الخطوة الأولى لا تأخذ فترات راحة من الملهيات بل خذ فترات راحة من التركيز الانتقال من حالة التشتت لحالة التركيز ممكنة لكنها شاقة لأنها تحمل في طياتها رواسب الانتباه التي تكلمنا عنها سابقا ولأنك بمجرد احتيادك على الملهيات يصبح الانجرار لها أسهل فلو أردت مثلا تدريب نفسك على عدم ولوج الانترنت لنصف ساعة فالوقت بين عزمك على البدء حتى نهاية الفترة تسمى فترة المقاومة ومن الضروري عدم كسر هذه الحلقة لأنها مهمة في بناء عادة الالتزام الخطوة الثانية رتب وقتك ليكون فيه مساحة خالية تماما من الانترنت ولتكن بعد العشرة مساء مثلا لا تدخل فيه أبدا مهما جرى يقول الكاتب من أجل تحقيق النجاح في العمل العميق عليك بضبط حقلك كي يجد راحة في مقاومة المثيرة الملهية هذا لا يعني أن عليك التخلص من السلوكيات الملهية بل يكفي التخلص من قدرة تلك السلوكيات على سرقة انتباهك أمر آخر مهم ذكره الكاتب وهو الكسل المنهجي هذا الكسل المنهجي وللمفارقة مطلوب لإنجاز العمل العميق يقدم نيوبورت بعض الأسباب الوجيهة لذلك حيث يقول الكسل ليس مجرد إجازة أو تحرر أو إثم إنه ضروري للعقل مثل فيطامين دال الجسم والحرمان منه يجعلنا نعاني محنة عقلية مدمرة فهو للمفارقة ضروري لإنجاز أي عمل ويقصد به الكسل الموجه الذي تقوم به وأنت تعرف أنك كسول وليس الحال العام للكسل التي يقع فيها الناس نتيجة تقصير منه ومن فوائد هذا الكسل الموجه التوقف يساعد الرؤى ويساعدك على رؤية الصورة كاملة بشكل أوضح فترة التوقف تساعد على إعادة شحن الطاقة المطلوبة للعمل العميق النقطة المهمة هي أن الإنتاجية لا تعني زيادة ساعات العمل يتعلق الأمر بالحصول على أقصى استفادة من ساعات العمل وتحقيق أقصى استفادة من ساعات عدم العمل ثلاثة قم بإنهاء وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي هي المثال الرئيسي للحياة الضحلة كما يشير كارل لمجرد أنه يقدم القليل أو الكثير من الفوائد حسب المستخدم لا يعني أنه يستحق الوقت الذي نمنحه إياه لا يمكنك ببساطة العمل بعمق إذا كنت تشعر بالحاجة إلى التحقق من وسائل التواصل كل دقيقتين نظرا لطبيعة الإدمان فإن وسائل التواصل الاجتماعي والحياة العميقة لا تسيران معا بشكل جيد المؤلف من أنصار البعد تماما عن وسائل التواصل الاجتماعي فهو لا يملك حسابا في أي منصة تواصل وليس لديه سوى إيميل شخصي للعمل ومدونة ينشر فيها أبحاثه ومقالاته قد يكون هذا تطرفا منه لكن لديه أسباب شرحها في الكتاب ويقول إنه لا يلزم أي أحد بتركها كليا لكن يوضح لك أثرها ومن ثم يترك لك القرار في البقاء أو المغادرة بداية يوضح أن كل منصات التواصل هي أدوات وكونها أدوات فهي لها غرض معين تؤديه وما تنقلبت الآية فأصبحت الآدات غاية وقع المحظور ويقول إن الناس لديهم طريقتين لعلاج هذا الإدمان الطريقة الأولى الإنقطاع المؤقت لفترة مؤقتة والطريقة الثانية أخذ راحة صارمة لفترة طويلة ويؤكد أن كلتا الطريقتين غير مجديتين على المدى البعيد لأن أثر التعلق سيبقى موجودا والحل برأيه هو اختيار منطقة وسط ويقترح بدلا عن الإستغناء الكلي أو المؤقت عنها مقارنة المكاسب الحقيقية بالخسائر المحققة الخسائر التي ربما تكون التشتت وقلة التركيز وعدم القدرة على العمل العميق بشكل فعلي ويقترح اتباع نمط جديد للتعامل مع وسائل التواصل سماه قانون القلة الحيوية والذي يقوم على ركزتين أساسيتين في فهم هذه الأدوات واحد تحديد الهدف المهني بدقة من الحضور في وسائل التواصل الاجتماعي اثنان تحديد الأنشطة الداعمة لهذا الهدف بعد تحديد الهدف المهني والأنشطة الداعمة سيكون لديك تصور عام عن فائدة وجودك في هذه المنصات من عدمها ويضع تجربة عملية للتخلص من الإدمان الرقمي خلاصتها التالي سجل خروجك من كل حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي بشرط عدم إخبار الناس بهذه الخطوة ولمدة ثلاثين يوما كاملا يفضل حذف التطبيقات لمنع نفسي من الإنجراري للوقوع في فخ العودة قريبا بعد مضي الأيام الثلاثين اسأل نفسك السؤالين التاليين واحد هل كانت الأيام الثلاثون لتصبح أفضل بشكل ملحوظ لو كنت قد تمكنت من استخدامي هذه الوسائل اثنان هل اهتم الناس بأنك لم تكن موجودا لو كانت الإجابة بلا في الحالتين فالترك لها يجب أن يكون سهلا لو نعم ابقى لو بين نعم ولا عليك أن تراجع أيهما أكثر تأثيرا للتركي والبقاء يقول الكاتب إذا كنت تريد التخلص من الإنجذاب الإدماني تجاه المواقع الترفيهية التي تستنزف وقتك وانتباهك فاشغل ذهنك ببديل جيد فهذا لن يحافظ على قدرتك على مقاومة الملحيات فحسب بل سيجعلك قادرا على تحقيق متعة التركيز والعيش بدلا من مراقبتها أربعة استنزاف المياه الضحلة أو الحد من السطحية العمل الضحل هو الرد على رسائل البريد الإلكتروني وإجراء المكالمات الهاتفية حضور الاجتماعات وغيرها من المهام التي لا مفر منها ولكن هذا تقيمة منخفضة في النهاية إذا كنت جدا في العمل بعمق فأنت بحاجة إلى استنزاف المياه الضحلة أنت بحاجة إلى تحديد وقت للعمل العميق وقضاء أقل وقت ممكن في العمل الضحل لا تدعي العمل الضحل يعيق العمل العميق الغرض هنا ليس التخلص من العمل السطحي بشكل كلي بل التحكم في تأثيره على باقي العمل وتقليصه لأقل حد ممكن ويقترح الكاتب لذلك الأمر حلولا عملية 1. جدو اليومك قد تبدو الفكرة غريبة لكنك بعد استخدامك لها بأسبوع أو أكثر فستجد فائدتها على مستوى إنتاجك منخل لتعرفك بالضبط على مواضع الهضر في يومك 2. تحديد عمق كل نشاط تقوم به غالبيتنا يبالغ بقيمة الأعمال التي يقوم بها لو دققنا فيها لوجدنا أن أغلبها أعمال روتينية يمكننا الاستغناء عنها 3. انتهي من عملك في ساعة محددة من اليوم اجعل هذا شعارا دائما لك ولا تساوم على أي دقيقة خارج هذا الوقت 4. كن صعب المنال أي لا تجعل الوصول إليك سهلا دوما 5. لا تجب على الرسائل فورا إلا إذا كانت واضحة ومحددة وفيها قيمة هدف واضح وكبير من الصعب العمل بعمق في عالم يدفعنا باستمرار نحو العمل الضحل من أجل هذا العمل الفذ نحتاج إلى إنشاء طقوس وإجراءات مصممة لتقليل مقدار قوة الإرادة اللازمة للانتقال إلى كتلة من التركيز المستمر والحفاظ عليها إن النصيحة العامة بالقول قضاء المزيد من الوقت في العمل بعمق لا تثير الكثير من الحماس إن قول لا للمشتتات فقط من أجل قول لا للمشتتات ليس محفزا للغاية من ناحية أخرى فإن قول لا للإلهاءات من أجل تحقيق هدف طموح وكبير هو أمر محفز للغاية إذا كان شيء مثل فيسبوك يعترض طريق هذا الهدف المهم للغاية الذي تسعى إليه فستشعر أنك مضطر لتجنب هذا الإلهاء من الأسهل كثيرا أن تقول لا للمشتتات عندما يكون لديك هدف كبير حقا تسعى وراءه هذا يطرح السؤال ما هو هدفك المهم للغاية؟ ما الموضوع الذي يثير في قلبك شوقا مخيفا؟ اكتشف ذلك ثم أبعد ما يشتت انتباهك عن حياتك واستخدم العمل العميق لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن دعونا نواجه الأمر للوصول إلى العيش والعمل بعمق تمر بالكثير من الألم تحتاج إلى محاربة المشتتات باستمرار وتفعي نفسك وتركيزك إلى أقصى الحدود وقضاء وقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي والتخطيط لأيامك حتى وقت فراغك مسبقا وما إلى ذلك الحياة العميقة ليست للجميع بالنسبة لمعظم الناس يتطلب الأمر الكثير من العمل والكثير من المتاعب من الأسهل بكثير الاستسلام لرحة الانشغال الاصطناعي من الأسهل بكثير إضاعة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي أسهل بكثير أن تشغل نفسك بالمهام الضحلة من الأسهل بكثير الاستسلام للإغراءات ما تظاهرت مع ذلك إذا كنت جدا في زيادة إنتاجيتك إلى الحد الأقصى ونشر عقلك بأقصى طاقته وإنجاز المهام الكبيرة فأنا أخشى أنه لا توجد طريقة أخرى من متابعة الحياة العميقة كنت معكم أنا سعيد المحمد من قناة أوديو تاب أرجو لكم جميعا التوفيق ودمتم رائعين ترجمة نانسي قنقر